انا اسمي منا يحيا اتخرجت السنة دي واسحابي يتحدوني اقول انجازات الرئيس سيسي كلها في ثلاث دقائق وانا قبلت التحدي هقول لنا فكريه وهنقسمهم مع بعض قطاع قطاع يلا بينا شغلوا عداد السواني في قطاع الصحة قد على قوائم الانتظار بـ 360 ألف عملية جراحية تكلفه 3 مليار جنيه واطلق منظومة التأمين وصحة تكلفة 600 مليار جنيه وبدأها ببورسعيت بعشرة مليار جنيه عشان يضمن توفير اعلى خدمة صحية للمواطنين وعمل مبادرة المليون صحة اللي بحثت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وصرفت علاج لحوالي مليون مصري وقضت على فيروس 3 وعمل مبادرة صحة المرأة للكشف المباكر على قرام السادي اللي صرفت علاج لـ 28 مليون سيدة بالمجان ده غير مستشفيات النموذجية اللي رصت 6 مليار جنيه لتطوير 27 مستشفى منها على مستوى الجمهورية أول 6 طبعاً أكلمكم عن مبادرة حياة كريمة اللي قدمت الخدمة الطبية في كل المناطق المحرومة بالمحافظات واتكلفت حوالي 5 مليار جنيه وكمان أنشأ هيئة الدواء المصري عشان ما يبقاش عندنا أي مشكلة في الدواء ويبقى متوفر طول السنة ومش محتاج أقول لكم عن جوده في مواجد فيروس كورونا اللي اتكلم عنها المنظمات العالمية المتخصصة في الصحة أما بقى في ملاف التضامن الاجتماعي عمل برنامج تكافل وكراماً اللي استفاد منه 3.600.000 أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل منظومة الخبز المدعم الجديدة في كل المحافظات اللي خصصت 150 غير شهري لكل مواطن بسعب 5 أروش ومنظمة السلعة التامونية الجديدة اللي وفرت 40 سلعة لكل المستحقين رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لألفين جنيه رفع الحد الأدنى للمعشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعشات ل900 جنيه واطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونص جنيه ومنع علاوة إضافية بكمة 15% لكي تحمل مواطن من أثار التضخم وعمل برنامج أطوال بلا مأوال لأنقاذ 23 ألف طفل من الشارع واطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الجواز ولساعة 800 ألف أسرة كل سنة الوقت بيخلص سأسرع أكثر نتكلم عن مشروعات الإسكان والتي عمل فيها أكثر من 712 ألف وحدة سكنية المحدودة دخل في الأصمرات وغيط العنب وبشاير الخير وجنة بتكلفة تجاوزة 110 مليار جنيه نفذ أكثر من 50 ألف وحدة من مشروع دار مصر بتكلفة تخطط إلى 20 مليار جنيه نفذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من مشروع سكن مصر مختلفة المدن الجديدة طور أكثر من 351 منطقة عشوائية بتكلفة 31 مليار جنيه بدأنا في تنفيذ مدن الجيل الرابع بعدد 14 مدينة جديدة أبرزها لعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة عملنا سبع مدن جديدة في محافظات السعيد عشان تستوعب أهلينا من محدود الدخل رفع نسبة تخطيط الصرف الصحي للكرة بنسبة 36% بدل من 12% بس خلال 4 سنين بتكلفة تجاوزة الـ 2 مليار دولار بدخل على إيه؟ نتكلم عن الطرق؟ يلا بنا نفذ المشروع القامل الطرق بإجمالي 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه أنشأ 21 مهور على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه عمل أكثر من 600 كبري ودقلل نسبة الحوادث بالنسبة بتزيد عن 50% صرف أكثر من 40 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد وأكثر من 35 مليار جنيه لتطوير مترو الأنفاء وقد نرى الخطوط الجديدة للمترو والتي كانت آخرها في المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو فهرون والألف مسكن وندي الشمس والنوزة والشام بركات وعمر بن الخطاب وغيرها وغيرها كثير جدا ومش هكمل في قطاع النقل اللي هيخد الوقت كله دعونا نخش على حاجة تانية لأنه 3 دايق خلصه دعونا نقول في مجال الزراعة طبعا عمل مشروع قامل لاستصلاحي مليون ونصف فدان اللي بيشمل 13 منطقة في تمام محافظات بتكلفة 33 مليار جنيه حقق طفرة في مجال الاستزراع السمكي دعونا غير مشروع المليون رأسماشية وفي مجال التعليم العالي والبحث العالي عمل أربع جماعات جداد منهم تلاتة بس في آخر سنتين في الوادي الجديد ومطروحه الأقصر وعمل 93 كلية جديد و 188 برنامج جديد في تخصصات بتخدم سوق العمل عشان الشباب يتخرجوا يلاقوا شغل وعمل 17 جامعة أهلية منهم أربع بالتعاون مع الحكومة منهم جامعة الجلالة وملك سلمان بن عبدالعزيز بفروح حتى تلاتة أفشار من الشيخ وطر ورا الصدر وطبعا العلمان الدولية آخر ثواني والله هقول آخر كم حاجة وخلاص طوروا جهز الجيش المصري عشان يحتالي المرتبة الأولى من أقوى 15 جيش في الشرق الأوسط ورقم 9 من أقوى 138 جيش حول العالم وأمن البلد ضد الإرهاب بعد تهديدات من كل الجامعات المتطرفة وتحديدا الجابهة الغربية وأكبر أردغان بوقف إطلاق النار في ليبيا وألزامه بعدم تجاوز خط سرط والجفرة واستعاد علاقات كوية مع كل بلدان الخليجي ثبت أركان الدولة سياسية وكذبت مصر سببه جوالات ومواقف إحترام دولي وإعلاقات كوية مع أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم كثير جدا من الدول لا مش قادرة عدوا 3 دقايه وأكتر ولسه السياحة والصنوع والاستثمار والاستقافة وأنا كنت كمان فاكرة أتكلم عن مجمع الأديان ومحطات الكهرباء اللي طبعا ما بقيتش تقطع أنا مستحيل أعرف أكملهم في 3 دقايه اللي عرب بقى يصور ويبعت لنا ويقبل التحدي